مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نعمل بعضنا وفل صليح حاجة ياسر بنينا وسهلة وتبارك الله كيفما تشوفوا لهنا قديشهم مزيانين ومحليهم الصغر شيخوا عليهم عملوا عليهم جو وبناتنا مش كان الصغر كهو شيخوا عليهم انا زيدة عملت عليهم بون كيف وهذا ما لهنا المكونات سهلين مهلين نورمال ما مكونات موجودين في كل دار نستحقوا 300 جرام فارينا عليهم 20 جرام متاع سميد سميد ضروري نستعمل سميد ارتب منجموش نستعمله سميد متوسط لسميد خشين في الوصفة هذية اهوالي هنا سميد ارتب على الاخر وباش نستحقوا 200 جرام امتاع حليب 200 جرام ولا مليلتر راو كيف كيف الحليب اللي باش نستعملوه لازمو يكون دافي وباش نستحقوا 20 جرام امتاع زبدة انا استعملت زبدة حيوانية ولازم نجبدوها نستعملوها تبدا تريما يعني بدرجة حرارة الغرفة مش من الفريجي دير دي راكت مغرفة كبيرة امتاع سكر مغرفة صغيرة امتاع ملح وباكو امتاع خميرة فورية هذيك الخميرة امتاع الخبز هذيك وباش نستحقوه زيدة كمية امتاع ماء الماء اللي باش نستحقوه زيدة لازم نكون دافي بنسبة الماء اهو كعينكم ميزينكم المرة الاولى نضيفو الحليب وباش تقعد هكي كاشيحة نقعدو نضيفو في الماء للي تتلمى معانا لازم هتكون بات ماهيش تتلصق برشة في الليجين وماهيش يبزة لازم هتكون تتلصق يدوب هكي شوية في الليجين وطريها على الاخر وتاو باش نشوفو الطريقة اللي هي زيدة مافميش ما اسهل منها باش نعجن في العجينة وتنجمو بطبيعة عجنو بيديكو اخذيت لنا البولمتاع العجينة باش نحط المكونات هذوكم اللي ساميتهم لكم الكل اما الزبدة والاحليب والماء ما نحطوها مش تاوه صيلا هنا كملت حتيت الحاجات اي شايحين باش نحطهم يتعجنو المرة اللوله نبدا نضيف في الحليب بشوي بشوي وهي تبدأ قعدة التعجن اللي هنا صييئة هوقا حتيت الحليب ولهنا بديت نضيف في الماء اللي تتلم معايا ونتحصلو على العجينة تبدأ متماسكة ماهيش تتلصق برشة وماهيش يبزة ردو بيلكم لازم هتكون عجينة بالقوام هذية صيلا هنا هايكا تعجنة تبدأ تريه رطبة تتلصق يدوب شوية في الليجين مش برشة فريتوها كيفيش تريه على الاخر وتاوه بش نضيف الزبدة اي لازمها تكون تريه وبش رجعها تتعجن للي الزبدة هذي كتدخل في العجينة ذروي راهو انحطوا الزبدة يفرق راهو الجينة يسر بنينة وصيق كملت لهنا اعجنتو هذية العجينة متاعتو بش نحطها تخمر بش نخليها حكيت انا حتيتها نص ساعة معناها تخمر خطر هنالدين يسخونها برشة انتو مو التقصة هو كمبي بين نص ساعة حتى الساعة وهذية العجينة متاعي لهناه اعود توري تهيلكم رطبة اترية تعمل الكيف ريتوها كيفيش يدوب هكا تتلصق في الليدين بش نرجعها في البول هذي كنفسها اللي عجنت فيها هكا بنقص معون بش نحط عليها شوية زيت زيتونة من الفوق ونغطيها ونخليها تخمر على روحها ونبعد نرجعو ونشوفو شنو بش نعملو اخر مو التقصة مو التقصة مو التقصة مو التقصة خليت العجينة تخمر على روحها ونحضر الفارس انا بش نعمل كعبة الوافل بالجيج وانتو ماتنجموو تعملوهم بالطنوة الا باللي تحبو اخليت كمية متاع الجيج حتيت مغرفة كبيرة متاع فاح متاع الجيج هذيك شاركت معاكم برشة مرات حتيت موتارد حتيت الهناء احليب حتيت عصر بيه متاع قارس ونخليه للي يشرب اكل الفيحة باش الجيج يجين يبنين بالنسبة اللفيحة بتاع الجيج انا عملته في فيديو واحده ونخليه لكم ان شاء الله في البرد انفو نحضره ونخليه اهو كوين نستحق نلقاه حاضر باش نغطيه الهناء ونحطه في الفريجي دير وقت لصييه معناها نقرب باش نطيبه اهو كنجبده بعد نصير ساعة هكيكا بعد للجيج تشرب اللفيحة باش نتعرض انطيبه حتيت القليه متاع حتيت فيها شوية زيت نباتي حتيت باصلة قصيتها هكيكا لامات باش نضبلتها ولبصل هكيكا شوية ونبعدين انحط الجيج ونكمل هكيكا انطيبه بطريقة سهلة مهلة اهو كيف ما شفتو بعد الضبل البصل شوية حتيت الجيج نقعد هكيكا انقلب فيه للي يتحلها كما يقعدش يعني الكل محطوط فيها جهة واحدة انحلوا بطريقة الواضحة قديمكم ونطيبه لليها كأيتيب وكهو يبدأ جيج متاعي حاضر حتى نرجع تول العجين متاعي بعدها تخمرت كما شفتو هنا الفوليوم متاعها ولا دوبل حتى نضيقها زيها نخرج منها لهوي ونبعد باش نتعدى انقضسمهم الكوعيرات هكي صغيرين انا باش نوزن بالميزان خطر ما نحب نعمل عيني ميزاني كعبة جيني كبيرة وكعبة جيني صغيرة باش نقضسمهم كل هكي كعبة توزن 40 جرام وفما كعبة جيمية 39 جرام خليتهم قلتي الله على جرام زيد مش مشكلة والكمية هذية عملت لي 22 كعبة وانتم اذا كنت حبو كمية ما اكبر اهو كزودو في المكونات الكل اذا كنت حبو تعملو كيف اينا اهو كعملو نفس الكمية قاعد هكي كنكور فيهم كمواضح قدامكم ونوزن فيهم وباش نجيب توا بلاتو البلاتو حتيت فيها بابي كويسون باش ما يلسقو ليش من بعد وانتم قاعدين هكا تكوروا ضروري راهو تغطيوهم باش هكيك ميعملو لكمش القشرة من فوق وانتم قاعدين هكا وانتم قاعدين هكا فوق الطاولة تحصلت على 22 كعبة وانتم قاعدة نطيبهم كي طيبوهم الماكينة اللي تدهنوها لاب زيت لاب زبدة لحد شيرا وما همش باش يلسقو جوز تسخنوها بالباهي وكهو وانتم قاعدة الماكينة متاعي سخنة باش نبدأ نطيب لك عبادة متاعي اهو كحتيتهم وباش نسكر عليها اما ترزنوش يعني مت جوز تسكروها كهو باشها كيكا جيكم ما كاخشينة شوية اهو كا انحيهم كما تشوفوها هكا طابة شوفو ما هلها ونغطيو عليهم منديلة باشها كيكا يزيدوه يتراوي جيوناتريين بالباهي ونحط هكا كا كا كعبتين اخرين وهاكا كيكا انطيبهم لليتوفاء الكميال كلها وهذه الكمية لكلها سيحة حضرت مزيل وجوزك الكعبتين الي في الماكينة وشوفوا تبار كلا قد يجيوا مزيانين ومحليهم اترييين ايهبلوا يعملوا ستة وستين كيف وتوابش نتعدى انفرسيهم انتم ما اعملوا الحشوة الي تحبوا عليها انا عملتها كحسب الحاجات الي نحب عليها حتيت هنا تماطم وحتيت ليتيوب كي نحط الجيج الي طيبتو هذي الكاتشوب الصغار يحبوه اهريسة والجبن هذي وانتم ما اعملوا شنو تحبوا قتاوا بش نبدأ انحل هكاكا بالكعبة بالكعبة سيسوا عليها راهي تريه ابنينا اتهبل شوفوا من داخل كيفيش اخفايفة تعمل الكيف شوفوا هنا تبار كلا كيفيش ليهم عجنة لحد شي ومشكل تبدأ ورقة هكا وتبدأ يبسة ولا حاجة اوكا كل شي على عينيكم تابعوا رسيت بقدرة ربي تعجبكم برشة اصغار عجبتهم انا زد عجبتني تنجموا تعملوهم لهم لومجة ولا تنجموا تعملوها كنا عندكم عيد ميليد ولا في عشوية ولا في حاجة حسينوا مزيانين ومحليهم وشنكمل انا نفرسي كعبيت بش هكيكا تشوفوهم وسنو نكملو نعملوهم الكل هكيكا بنفس الطريقة اقعدوا معي للاخر بشتوفوا النتيجة اتونقلكم بسليمة وان شاء الله ياربين تقابلوا فيديو اخر على قريب اشتركوا في القناة